ماضي ساعة واثناشون دقيق على يافا محل غاديو شكرا لكم على المتابعار جعنا لكم في برنامج تسعين دقيقة معاكم فيز العرفيوي من وراء الميكرو في تعويض الزميل تيخلو دمبروك نمشي مباشرة إلى عملية التدقيق في الانتدابات يذولي الناس كل تتفكروها عبر تقرير لمرصد رقابة نشره اليوم عن شكوك بوجود صعوبة تواجه عملية التدقيق هذه نذكروا اللي العملية التدقيق في الانتدابات هو جي أمر من رئيس وإذن من رئيس الجمهوري كانت تتذكروا وعطاهم أجيل محدد عشرين جنفيا الفين واربع وعشرين وتجيوز التمديد بشهرين معناها الأجيل تنتهي الأجيل النهائية اللي تم التمديد فيها تنتهي تنتهي نهار عشرين مارس شنوها رايكم نمشي معك انتي فخري ونحن أبيدنا كانت تفكر كانت تحكين عليه فايزل موضوع واخذينا شكون دا يورالين كنا نعتبروه من اللول معناه بش يكون صعيب الملف ملف متشعب وشوف انتي بش تراجع وظيفة عمومية كاملة وبش تشوف سمتين سنوات لانتي داب وبش تتبعناها بش تشوف ملف متشعب صعيب لانو زادا فيه تدخل فيه حتى طبيعة هيكلت لدارة متاعك بش بتعود تهيكلها في رأي احنا منتظر انو بش يسير فهمتني تأخير تأخير اول وتأخير وتمجيز اي نازل نازل لانو فلانو شغل صعيب جدا شوف انتي قديش عندك من إدارة في البلاد قديش عندك من ماصلحة متاعها ماصلحة بش دقق فيها قديش من انتداء ما رايما هيش سهلة مو راحنا منلوقونا رايما هيش سهلة العملية الى اخيره واعتقد في رأي انا منتظر هذا وربما يمكن ذا بش نزيد تتمديد مو سهل بش تراو قديش عندك من موظف بش تحل وتشوف ودقق ومصار هيخي من لجنة هيخي من لجنة ما هيخي ماش تظلم الناس ما يزل ما تحل ملف بملف وتابع حالة بحالة وتشوف الوضعية الى اخيره وزاد الناس هذي اللي مثلا حتى مو عند الحق تتظلم زاد مو سنيش احنا مخرش تقليل بش تظلم معنى ان المعملية ما زالت بش تاخه برشا وقت مازالت بش تاخه برشا وقت سوفية اي واذاك علاش المعملية بش تاخذ برشا وقت وهذا بنوع واذاك علاش هو الاستغراب انو كيفاش رئيس الجمهورية حددك التاريخ الاول ومسكر معناها الادات ذكرها بعشرين جانفي ثم بعشرين مارس ثم العملية معقدة مركبة ومعقدة جدا جدا ثم انوية نقولو بكل وضوح راو عدد تدقيق في الملفات مش خلينا مش نلقاو نلقاو انو راو الديبلومات المضروبة اقل بارشا مشاي اللي نتصوروه ولا اللي يحبونا نتصوروه شكون اللي يحبونا نتصوروه ثم اطراف معناها تقولوك اليوم ثم معناها شو معناها ما فاميش ديبلومات مضروبة دخلو عباد بارشا لا فاما لا فاما لكن قليلة برشا مقارنة بالكلم اللي نسمعوه تهويل هناك تهويل تهويل فاما تهويل كبير وخاصة خاصة ما يعنيش الديبلومات المسلمة الديبلومات الجامعية قليلة بارشا وتقريبا ما نش بتنلقاو ديبلومات مضروبة على المستوى الديبلومات الجامعية وين بش نلقاو المشكلة بش نلقاو المشكلة في العباد اللي دخلت في مناظرات متاع كل مستوى الثانوي ولا المستوى الباق واخذتش هيد من المؤسسات التعليمية الثانوية الخاصة في وقت من الأوقات خلي نقولو خلي نقولو أنه راو المؤسسات هذي كان فيها خوار كبير وكانوا لعبات تاخذ تمشي تدفع السكولاريتين متاعك تاخذ شهادة أنا كنت قريتها واستغلوها تواثة بش أنوا يحذروا دوسيات بش يدخل في مناظرة هذا هذا كان موجود لكن يخدموا بالمناظرات هذي سمحني سوفيين بالعقل كان ما فاميش أعداد كبيرة من الملفات هذية والديبلوميت المضروبة وغيره عليش فما تعطل في لجنة التدقيق يا سوفيين كي هي معناها هناك تهويل وعدد أقل من المتوقعة وغيره لأنه فما لأنه فما زوز مشاكل فما مشكل سياسي أنه العدد من اللي بش نحكيوه ديلي زوار بش نلقاوه أنه ما يفسرش الدعوة الكبيرة والحملة الكبيرة اللي بش نعملوها لتدقيق فهمت؟ وبش ظهر أنه الحملة هذي والقرار هذة الدواعي بتاعه ما كانتش التدقيق في الملفات بقدر ما استهداف بعض الجهات وبعض الأطراف شكون الجهات والأطراف؟ يعني معناها دي ما عديني جملكين لا 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 يعني أنه مش مشينا احنا السيد في في معمل العجين الحلفة وقلنا أنه شهيده مضروبة وفي الحقيقة ما القيناش شهيد المضروبة مش مشينا الواحد في في التونيسير قلنا أنه شهيده وما يظهر لي ما زال موجود حتى في السجن السيد هذا أنه أنه هو دلس الشهيدة متاعه وقالو ركو هو عمره ما نقدمش هيدا أصلاً ما فهمهش هيدا دونك 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 الحملة فم حملة صارت ضد أشخاص بش نظهروا حاجات سياسية نخدموا بها وفي الأخر بش نلقاوا أنه في راية وهو يستندوا إلى شعور عام وليس إلى حقائق أنه أكثر البلايس اللي استعملت الشهدات المضروبة هي المناظرات متاع الأمن متاع الداخلية وهذا شعور ولا معلومات شعور شعور لأنه احنا في وقت بن علي في الحقيقة فمعوام اللي تقريباً تقريباً البلايس الوحيدة في الدولة اللي يعملوا ركويتمو هي الداخلية فماذا؟ إن غاديك يطلبوا ألف يجيهم عشر ألاف لي منين الواحدة وكيما قلت لك ما كانتش فم رقبة كبيرة على المؤسسات التعليمية الخاصة الشيء اللي صارت يفضوا ديبلوميت ترافيك إياه ما هذا مش مش يكونوا مش نلقاوه عميد في الداخلية اليوم ليه مش نلقاوه قلت تقدم شوية بالأقدامية من الواحدة أما ما همش فعليين ما همش فعليين السكيفية أنه اليوم اليوم أن التدقيق في الملفات هو فيه مشكلة اللي إحنا منحبوش نحكيوها مباشرة مباشرة هو وضع الناس اللي استفادوا من العفو التشريعي العفو همممم هتو قولو أنو راو عندنا مشكلة غادي أنو عبيد ما مخدموش عملوا خمسة اشعين سنه حبس وخرجوا و خدموا عامين عملوا خمسةfer اشعين سنه حبس وخرجوا وقعدوا درا قديش ما يخدموش ولا يبيعوا في يعني في نشاط اخر تشاري اخر بعد بالعفو تشريع العاب يلقوا روحهم مديرين على ناس عدتك العشرين سنة الاخرين الكل يخدموا يحضروا يشاركوا في المؤسسة واليوم يلقوا العباد اللي ما خدموش عرفت عليهم وهما ما عندهمش الكفاءة ايه نقولوها بصريحة العبارة لانهم ما خدموش في المؤسسة تنقصهم الكفاءة تنقصهم الدربة تنقصهم التجربة والتدرج الوظيفي مهم وذوكم وليوا عب على الادارة احنا ما حابينيشوا تقولوها الوبوريذي بصراحة وكهون واضح نمشيوا الى هيئة الدفاع على رئيس الحزب الدستوري الحر ومرشحته للانتخابات الرئاسية عبير موسي اللي طالب هيئة الانتخابات بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية ورزنامت اجراءها وتعلن انها بشتنظم تحركات قانونية قضائية ضد الهيئة اكثر تفاصيل مع عضو هيئة الدفاع كاريم كريف انه ستكون هناك تحركات قانونية وقضائية بدها الهيئة العجل المستقلة للانتخابات للأسفل الشيء اللي عملته ودخاله السعلي اللي بجيو ثم التساؤل التومي جوبنا ليحتحت التساؤل هذا عليش احنا اليوم وما عرضيش رزنامة انتخابات وقعية اتخذنا في الجوب عجيب يشدخلوا في النصف الثاني من شهر مايه واضح اليوم قالك كريم كريفا عضواء الدفاع قلوك اليوم ليش التأوى معنىش رزنامة انتخابات ايه المطلب هذا قاعد يتجدد يتجدد مو مو شوفنا وش كان معا ايه دكتور لطفي المرايح يزيد تواجه عديد من الأطراف وشخصيات معانية بالانتخابات الرئاسية ولي عبرت على نيتها للترشح للانتخابات الرئاسية كلها طاربت ايها اعتقد الأستاذ عابي الموسي والحزب الدستوري التحق بالقائمة المطالبين للهيئة. وأعتقد ذات الهيئة أنها تخرج وطعتي الرزنامة وتوضح الرزنامة للمترشحين هذوما اللي باش يخوضوا السباق الانتخابي. شنين الشروط؟ لأنه هو شنين الأشكالية لو نرأتنا شوفه في القانون في القانون الانتخابي. يستنعوا في الأمر رئيسي. رئيس الأخباء. الأمر ما هو الهيئة خرجت عن طريقه. لا يجب الأمر خر أخر. الرئيس يدعو للنخيبين. يدعو للهيئة يدعو للهيئة تعمل للهيئة تعلن على كالوندريئة أما هي قلت تلقى أجلة هذالي. ورئيس الجمهورية شكليا هو يدعو للنخيبين وفقا للكالوندريئة اللي تعمل الهيئة بجابة الهيئة ما عملتش وعليش ما نتعملش؟ لأنه شنية شروط شنية شروط اليوم فما تناقض مبيد النص الدستوري وقانون الانتخابات المجلة الانتخابية الحالية اللي جالي سايرا لنجد لكم ويحد قاعد يفسر من جيرت معمولة من 2014 وما نجمناش نراجعوها وما رجعنا هاش في الوساعة وليوم فما صعوبة 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 أخلاقية وسياسية وقانونية من أنك التعدل المجلة الانتخابية قبل بثلاثة وشهرة من الانتخابات حتى مش معقولة هذه الورطة اللي لقات فيها الهيئة الانتخابات نفسها فيها وهي ورطة تتحمل مسؤوليتها كاملة وهي دليل على قلة كفاءتها نمشي إلى رئيس مجلس نويب الشعب إبراهيم بودربيلا يقول أن تونس تعاقبت من المؤسسات المالية الدولية ومن الدول الدعمة للكيان الصهيوني بسبب مواقفها السياسية ولكن سيادة القرار الوطني خط أحمر وتونس في الطريق الصحيح كان هذا في حوار لي مع قناة الغد نسمعون الكستري وأقيد أن الضغوطات التي نتعرض إليها من المؤسسات المالية العالمية ومن الدول الدعمة للكيان الصهيوني أثرت في هذه الوضعية لكن ما تلاحظونه هو أن الشعب التونسي أصبح أكثر قناعة منذ قبل لأن القيادة في تونس الآن لها منسوب من الصدق في خطابها مجال الشعب التونسي يتحمل وزر كل هذه الضغوطات المعيشية ويبقى صامداً ويشارك القيادة في مواقفها ويتحمل المسؤولية وأعتقد أننا الآن أصبحنا نسير في الطريق الصحيح لأننا استطعنا مقاومة هذا الوضع والوقوف أمام هذا الوضع ودليلنا على ذلك أن الديون التي تحملتها الدولة التونسية يقع خلاصها في آجالها حسب اللقصات المستفقة عليها بل أكثر من ذلك أن مؤشرات النمو حسب معطيات البنك العالمي ستصل إلى 3% هذه السنة وهي نسبة لم تتحقق منذ عشر سنوات عقبتم على المواقف السياسية أيضاً من قبل المؤسسات الدولية مالية مثلاً؟ أكيد أكيد أن هناك تأثير وأن المؤسسات الدولية تحاول تأثير على القرار التونسي أن مسألة سيادة القرار التونسي هي خط أحمر ولا نقبل أي مشاومة ومهما كانت تضحيات واضح موقف رئيس البرلمين بخصوص اليوم سيفغير قاعدة المؤسسات المالية الدولية تعاقب فينا سوفيين قاعدة تتصلت علينا في عقوبات بجراء الموقف متعنا تجاه القضية الفلسطينية والله أنا اللي نشوف فيه هو أنه رئيس البرلمين العميد بودربيلة كان معاقب سكت كترفعت عليه العقوبة رجع لمواقفه السابقة وهي المواقف المتماهية مع مواقف رئيس الجمهورية وإن كان يعتمد في تبريرات غير منطقية وغير مقبولة بالكل مثلا تقول أنه أنه تونس ما علاها بشيان ويقول أنه الوضعية باهية ما علاها الشيادين صحيح أنه تونس تدفع في ديونها في وقتها باللحظة على حساب شنوة على حساب المواد الأساسية اللي ماناش قادرين آه رجعت للسوق ليه ليش خلينا 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 رجعت المواد الأساسية عندها أسبوع ولا أكثر مشالش مشالش على حساب المواد الأساسية اللي ماناش نجيبوا فيهم على حساب الصفوف متاع تونسة على هذه المواد على حساب التضييق على توريد المواد الأساسية للصناعة متاعنا وأنه ويقول لك أنه المؤشرات النمو جيدة عام الجاي بش تكون في تهات نقوله حتى عشرة في الميات مش مهمة قاطرين عليها حاجة المهم المهم أنه مؤشرات النمو نبدأ بها من توا الساعة رانا توا رانا سفر فاصل وهذا وهذا يحز في قلوبنا ويوجعنا أما يا شي براهيم رانا رانا في 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 الزون متاع سفر فاصل كسفر فاصل هذيك متاع نمو رانا أحنا فيها في مد ولا نكامل معك أنت فخري في أقل من دقيقة شوف من نسبة لي ملف المفاوضات مع صندوق الناق الدولي ملف صعب ملف مد مجلنا نحكي ويخي احنا توا على مفاوضات مجل قادة تفاول دولة روسية وقادة تفاول أنا في راية في راية دولة ونسية في علاقة بالملف هذا أداراته بنوعا ما بذكاء لأنه رو ملف يتقرأ في كونجونكتور انترنسيونال متاع ايكوناميا انترنسيونال ولو موقف مثلا عامين التالي قبل الحرب الروسية الاوكرانية كانت تعمل أكور مع اللافمية وتمشي تعمل استثمارات ربما يكون يكون خيار أما وقت اللي تجيك العركة بتاع روسيا واوكرانية الاخير وثمى الدولة ما مصر مثلا مصر عامت لأكور قبلنا نحن ولكن تضرت ملكونجونكتور انترنسيونال إذن رو ملف ما هوش سهل كما يتخيلوها الناس الكل في رأي أنا قاعدين تونس قاعدة تدير في ملف والحمد لله الملف هذي قاعد يدار يدار بعيدا على الأضواء بعيدا على سخب الأضواء لأنه ملف فيه التقني فيه السياسي فيه الدولي فيه المفاوضات إلى أخير خالت تعرف انت صندوق النقد الدولي رأوا ما يخوش كان موقف التقني لأنه الموقف التقني من لجمة الخبراء يقرر أنه الاقتصاد التونسي عنده إمكانية استرجاع نساق النمو أقربها تقني ولكن قاعدة بعض المفاوضات في جانبها السياسي وأعتقد ثم ملفات كبرى في قاعدة توصاغ في عملية التفاوض برش عباد بسعي برشة أنه نجمو يفهموها حتى نحدث فيك ثم نكون ثم برشة ملفات من نجمو نفهمها في الملفات شكرا لك فخري مرسي بكو الناس اللي سمعونا شكرا لكم على المتابعة وللوفان قالين قلكم كان نهاية أسبوع طيبة لكم انتوما فخري وصفيين والسيدة المستمعين دمتم أحرار شكرا